بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمة تنتمنى لتيشوفة الفيديو يكون بخير على خير وبصحة جيدة حبابي في الله تنتمنى أنكم تكونوا بخير واربيحفظكم من كل أداء اليوم إن شاء الله بحول الله وقواته غادي نحيدوا النحوسات ونحيدوا التابعة ونحيدوا التعسير اللي وقع لنا في حياتنا كان البنت اللي بغى تخدم وعندها تعسير تتقول لك أنا ما عندي سزهر كان الولد اللي بغى يخدم ولكن عنده الأمور متعسرة كان البنت اللي بغى تزوج ولكن أمور عندها متعسرة هاد الوصفاء خاصة بالناس اللي عندهم تعسير وعندهم النحوسات وتيقلوا إحنا ما عندناش الظهر بحال هاد النوع تيكون إما عنده عين ولا حسد ولا سحر ولا تيكون هو معقاز ما تيبغيش يخدم ما تيبغيش أنه تجيل خدمة اللي توالبه وبصالة يكون مزيان إنسان يعدي في الأول تيح الله يخدم في هذه الحاجة ويخدم في هذه الحاجة حتى يجي بالله التي سير اليوم غادي إن شاء الله نفتحه واحد الباب ديال الخير إن شاء الله أول حاجة عندنا واحد العشوب اللي غادي تحيد إن شاء الله مجرّبين غادي يحيد لكم التعسير أول حاجة إحنا ما عارفينش أشنه عندنا وما عدناش أكيد اللي ما عندوش الوقت تيبغي يعرف أشنه عنده تيبغي ياخد بخور يقدر ياخد ذلك البخور ربي يسهل عليه لأن هذك البخور توالم مع شخصيته أو مع التعسير اللي عنده إذن إحنا قدي نحطو مجموعة بخور لأصلاً هذك البخور تحيدو التعسير وتيتوكلو الناس على الله وتيديرو أول حاجة غدي ناخدو الملحة الملحة تكون حبيبات أو ملحة الطعام غدي ناخدو الخزامة غدي ناخدو الحرمل والقزبر غدي ناخدو صرغينة والورد عدنا خمس مكونات غدي بشعد العطار غدي عشر دلاهم هاد الشي اللي تشوفو فيه عشر دلاهم تحيد بها التعسير إذن ما حدو بارك بيتو يحاول أنه يحاول أنه بدي يديرها إن شاء الله ولو هاد الأيام شعبان يلا بقاتلي من هاد البخور يديرو مع فجر رمضان فجر في رمضان يديرو أول حاجة أول حاجة غدي ياخد لكم ملحة ولو تكون ليل طعام الورد عدنا عدنا الخزامة عدنا قزبر عدنا قزبر وعدنا حرمل وعدنا صرغينة صرغينة رائعة تحيد التعسير صرغينة تتحيد التعسير سبحان الله لها تتحيد تابعة وهي تتحيد التابعة تتحيد تابعة هي فيها بالزبط الألوان فيها تهد اللون وعدنا خزامة وعدنا حرمل وقزبر عدنا المهن الملحة اللي تتكون خشين هايا هايا الشع عدنا الورد ولكن عدنا قزبر وحرمل كل شي تعرف القزبر والحرمل غادي نقربوه بالألف هم دي غا نقرأ صورة الرحمن وصورة القاف وصورة الواقعة صورة الرحمن وصورة القاف وصورة الواقعة هذو ثلاثة اللي غادي نحيد بهم التعسير إن شاء الله وغادي إن شاء الله عش ندير أمقان نتبخر بهم على أساس أنني بغيت نحيد التعسير نتبخر مع هاد مدة الأيام اللي بقى دي الشعبان نتبخر فيها إلا بقى دي شي حاجة قليلة مرة مرة نتبخر في رمضان باش نحيد حاولوا تديرها حاولوا أنكم جدوا طاقتكم بقراءة القرآن بالتسبيح بذكر الله بالزبط الحويج لأن كين كلام الله هو تحييي دقاع التعسيرات بدون عشوب بغيتي تاخد العشوب خودهم على نية إبطال جميع العوارد اللي عندك ورب رغلي سهل بحول الله وقوته ما بقى ليا غين نقول الله يعونكم الله يسخر لكم الله يجي برمضان على خير ويبعد علينا التعسير يا رب أمين لكم مني السلام وتنقول لكم وماشركم بروكا كل عام أنتم بخير بإذن الله الواحد القهار حاولوا تخلوا لايك حاولوا تدعموني حاولوا تفعلوا الجرس باشي وصلكم كل جديد حبابي في الله إلى وصفة أخرى إلى عجبكم الوصفات خلوا لي تعليق بإذن الله الواحد القهار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته